خبر اللي جاي ده برضو من الاخبار اللي هي بتعدم الاخبار يعني المفرحة اللي بسميها كده الانفراجة للقلعة البيضاء نادي الزمالك الخبر بعنوان انفراجة مالية منتظرة داخل نادي الزمالك خلال الايام المقبلة لحل جميع الازمات المالية اللي بيعاني منها النادي بداية من وصول مستحقات النادي لدى الكاف اللي بتصل الى ما يقرب من 750 الف دولار نظير مشاركته مشاركة نادي الزمالك في دوري الابطال كمان الى جانب ما يقرب من 400 الف دولار من الاتحاد الدولي نظير مشاركة سيف الجزيري في كأس العالم مع تونس كمان الى جانب فتح باب الاشتراكات داخل النادي الاشتراكات بتدخل لخزينة نادي الزمالك ملايين الجنيهات كمان من وراء الاشتراكات الخاصة بالاضاء بالاضافة الى 400 الف دولار من التعاون السعودي باقي قيمة ومستحقات صفقة مصطفى فتحي فده يعني انفراجة بيشهدها خزينة نادي الزمالك خلونا برضو احنا لست مكملين مع نادي الزمالك في الوقت الحالي بيسعى لتوفير مبلغ 180 الف دولار عشان مستحقات اللاعب بنجامين عتشونبونج مهاجم الفريق السابق قيمة اخر اسطين من التسوية الخاصة باللعيب واللي كان نادي الزمالك اتأخر انه هو يسددهم بسبب الحجز على ارصيدة النادي رفع اللاعب بها شكوى ضد زمالك اتحكم له باقاف القيد في نادي الزمالك في حالة عدم دفع المبلغ المقدر زي ما قلنا ب180 الف دولار لسه مع اخبار نادي الزمالك اللي بيبدأ في ان هو يدي كده كتف قانوني لنادي الاهلي بيبدأ ان هو يزاحم نادي الاهلي على ضم اللاعب محمد حمدي الظهير الايصر لنادي امبي عشان يدعم صفوف الفريق الابيض في الفترة المقبلة مع بداية الموسم اللاعب من العناصر الشابة شفناها من العناصر المتميزة بتقدم مستوى ومردود مميز هذا الموسم شفناها من العناصر الشابة